بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعض أخواني أخواتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أسأل الله على العي القدير أن يجعلنا وإياكم من ورثة جنة النعيم وذاك دعاء إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى نبينا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين اللهم أمين الخشوع في الصلاة هو أول صفات المؤمنين الذين جعل الله لهم الجنة مراثا الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر ما قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس أهم فيها خالدون تكلمنا أن الخشوع يكون بالوضوء الصحيح الذي يطهر الظاهر والباطن معا يكون بتكبيرة الإحرام على حقيقتها تلك التي تفصل أو تفصلنا عن الدنيا تماما وتدخلنا في عالم آخر عالم اللقاء بنادي الله في حسب ثم يبدأ الخشوع عمليا بعرفة كبيرة الإحرام بدعاء الاستفتاح والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم مدرك معنى دعاء الاستفتاح الذي أقوله دعاء الاستفتاح ورد بأسيغ عديدة جدا كثيرة جدا لكن هناك دعاء ردده الكثيرون وقاله النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر كبير الحمد لله كثير وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين هل استشعرنا هذه المعاني؟ هل تدبرناها؟ هل إحنا فعلا بنصلي لله سبحانه وتعالى؟ هل فعلا حياتي ونسكي ومماتي؟ طب أنا مش عارفها متئمتة أكون على الحال التي إذا جاءني عليها الموت فجأة أكون مرضيا لله هل استشعرنا هذا؟ لما أستعذ بالله مشترجين بعد ذلك فأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقولها بيقين وأقولها بفهم واستيعاب فأنا أحتمي بك يا ربي من الشيطان يُطرد الشيطان لا يستطيع أن واسوس لي الشيطان مادمت أقول هذه الاستعاذة لأني أحتمي بالله عز وجل فالله يحميني وأسمي الله عز وجل وأقرأ الفاتحة هل تعلم سيدي وتعلم سيدتي؟ هل يعلم أولدنا وشبابنا وكبرنا وصغارنا؟ أنني عندما أقرأ كل آية في الفاتحة الله سبحانه وتعالى يجيبني عليها؟ إيه والله؟ تقول لي يعني يا مولان يعني في عنده حديث صحيح بيقول لي كده؟ بيقول لي أننا لما بقف بنئذين ربنا وبقرأ سورة الفاتحة عندما أتكلم بآية وأتلفظ بآية من آياتها الله يتكلم معي ويرد علي إيه دا؟ معقول يا سيدنا ده بيصلي الملايين ولا مئات الملايين في وقت واحد أنت بتكلم عن ربنا استغفر ربك أو أنت تكلم على سالم هيبص الواحد والتاني يشغله ما يفهم شيء لا كلمة عن ربنا يا إخوانا ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله سمع عن سمع ولا يشغله طلب عن طلب يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن رب العزة جل في علاء حديث كدسي صحيح يقول الرب جل في علاء قسمت الصلاة بيني وبين عابدي نصفين ولعابدي ما سأل والصلاة هنا معناها الفاتحة لأنها لب الصلاة وأول ركن من أركانها بعد تكبيرة الإحرام قسمت الصلاة بيني وبين عابدي نصفين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله جل حمدني عبدي أنت متخيل حضرتك كل مرة كل ركعة حتى لو كانت الوتر ركعة وحدة ولعيش أربع ركعات أو ظهر أو عصر أو مهرب أو صبح أو ركعتين سنة من ليل أو نهار إذا قلت أيها العبد الضعيف الحمد لله رب العالمين أجابك الرب العظيم أكرم الأكرمين سبحانه هيقول إيه طيب هيرد عليك ولك حمدني عبدي أنت متخيل حضرتك دلوقتي أني أنا واقف أصليه فبقول الحمد لله رب العالمين ربنا بيقولي حمدني عبدي مستشعر ده مستشعر هذا الحوار بينك وبين الله سبحانه وتعالى هذه المناجهة بينك وبين ربك ولا أنت بتقول الحمد لله رب العالمين ما أنت شفاهم حتى بتقول إيه الله يرد عليك الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي ولما تقول الرحمن الرحيم يقول الرب عز وجل أثنى علي عبدي والله العظيم ده حديث صحيح يا أخوانا كتير مننا حفظين هل بنستشعر ده في كل وقفة بنؤفة بلئة ربنا وركعة بنركعها في كل فاتحة نقرأها ونحن بنادي الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي فإذا قال العبد مالكي يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي أو فوض إلي عبدي كل هذا بيحصل أيه بيحصل بيحصل فكيف تلتفت عن الله كيف تسهو كيف يذهب خشوعك ويذهب عطلك وقلبك بعيدا والله تعالى يجيبك فلما تقول إياك نعبد وإياك نستعين ده اختبار لإخلاصك اختبار لمدى صدقك هنا يقول الرب سبحانه هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل الله بيني وبين عبدي ما هو محدش مطلع على قلبك إلا هو نسأل تعالى أن يخلص قلبنا وأن يجعله سليما ممتلئا بالتوحيد والإيمان بعيدا عن الشرك والرياء اللهم أمين القلب السليم هذا هو اللي هيصدق لما يقول إياك نعبد ما بعبدش غيرك أنا مش واقف أصلي لغيرك أنا واقف بين يديك لك وحدك وإياك نستعين استشعر بالعجز والضعف ما وإفتش هذا الموقف إلا لما أقدرتني لما أعنتني لما وفقتني لما شئت لي أن أقب بين يديك فبتقولها بيقين هذا اختبار لمدى صدقك فالله يقول هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا كنت صادقا كان سؤالك بعدها وهو أعظم سؤال يسأله الإنسان أفضل دعوة يدعو بها إنسان اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يعني من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم اليهود وأمثلهم ولا الضالين النصارى ومن على شكلتهم ممن ضلوا الطريق فالله تعالى يقول اجعلوا هذا لعبدي ومنح كمان ولعبدي ما سأل يعني بعد كده لما هتدعي في رقوعك أو تعظم الرب في رقوعك سيستجيب لك هذا التعظيم والثناء لما تدعي في سجودك سيستجيب الرب دعائك وطلبك ليه؟ لأنك كنت صادقة في قولك إياك نعبد وإياك نستعين تفتكر يا سادة لما يقف الإنسان بيني الله بهذه الروح وبهذا العقل وبهذا الإدراك وبهذا القلب الحاضر المستشعر لحضور الرب سبحانه وتعالى ووقوفي العبد بين يدي الرب وأن الله مع يناجيه ويرد عليه في كل جملة يقولها تفتكره يلتفت عن الصلاة أم سيحصل له الخشوع ندعو الله تعالى أن يجعلنا من الخاشعين الذين يرثون الفردوس ويجعلنا فيها من الخالدين وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أماني اشتركوا في القناة